أسرة مكونة من الوالدين وأربعة أبناء ثلاثة ذكور وفتاة وهذه الفتاة هي أكبر الأبناء تزوج إخوتها الثلاثة وظلت يتخدم أبويها لأن زوجات إخوتها رفضنا القيام بخدمة الوالدين فظلت تخدم والديها في رضا وسعادة تام ولا تفكر في الزواج بسبب احتياجه ما لها رغم أن عمرها قارب الثلاثين وفي أحد الأيام ذهب الوالدان لإجراء بعض الفحوص الطبية وشاء الله أن يتوفي في حادث مرور فحزنت الفتاة حزنا شديدا ثم انتقلت للعيش مع إخوتها وكانت كل فترة تنتقل من منزل إلى آخر بسبب عدم رغبة زوجات إخوتها في وجودها معهم لأن وجودها يقيد حريتهم ولذلك كانت كل زوجة تنقل لزوجها كلاما كاذبا يسيء إليها فيقتنع الإخوة بكلام زوجاتهن فتلقى من إخوتها الإهانات والتجريح ولم تكن تملك إلا دموعها وتفويض أمرها لله ومناجاته بهذا الدعاء يا جبار اجبر كسري وكانت تشعر براحة كبيرة وأيضا بيقين أن الله سيجبرها وفي أحد الأيام طرق باب أحد إخوتها رجل يكبرها بعشرين عاما وكان متزوجا وعنده خمسة أبناء طالبا يدها للزواج وبدون أن يستشيرها إخوتها تمت الموافقة ليتخلصوا منها فاستسلمت للأمر وهي تردد يا جبار اجبر كسري وشعرت بنفس الراحة واليقين بأن الله سيجبرها تم عقد الزواج ولم تره إلا عندما جاء لإتمام العقد واتفق مع إخوتها على أن يتم الزواج بعد أسبوعين ولم يكلف إخوتها أنفسهم عناء السؤال عن الزوج فقد كان همهم الوحيد هو أن تتزوج وتفريقهم هم وزوجاتهم ومر الأسبوعان وشهر وشهران وثلاثة وأربعة ولا تعلم الفتاة عن الرجل الذي أصبح زوجها شيئا وازداد ظلم إخوتها لها حيث كانت تسمع منهم الكلمات الجارحة مثل أنه غير رأيه عندما رآها وهي صابرة ولا تردد إلا دعاءها يا جبار اجبر كسري وبعد مرور أربعة أشهر طرق طارق باب أخيها وكان شابا في الخامسة والعشرين من عمره وكان الإبن الأكبر لزوجها وعندما قابلته مع شقيقها وجدته شابا خلوقا وقال لها أنا ابن الذي تقدم للزواج منك وقد حدث لوالدي حادث توفي على إثره ووجدنا بسياراته وثيقة وعقد زواج باسمك ولم أستطع القدوم إليك إلا بعد انتهاء واجب العزاء لوالدي وبعد أن تم تقسيم أملاكه كان لك نصيب من الميراث وقد ورثت منه منزلا فخما ورصيدا في البنك بالملايين وقد أتيت إليك لكي أسلم لك الأمانة وأسألك من سيكون الوكيل عن أملاكك أصيبت الأخت الصابرة بذهول هي وشقيقها وبعد أن أعاد الشاب السؤال عليها أكثر من مرة قالت له أنت غادر الشاب المنزل بعد أن وعد بالحضور صباح اليوم التالي لتذهب معه زوجة أبيه إلى منزلها الجديد فجهزت الزوجة حقائبها وعندما ذهبت معه في اليوم التالي لم تصدق ما رأت منزل فخم يجاور منزل زوجته الأولى وأولاده وفي المساء وأثناء ما كانت الزوجة تصلي وتشكر الله جاءت الزوجة الأولى لتزورها وابتسمت وقالت لها سنكون أنا وأنت كأختين وأولادي هم أولادك بكت الأخت الصابرة من حسن ما رأت وسمعت وعاشت في سعادة كبيرة مع هذه الأسرة التي أبدلها الله عوضا عن إخوتها وما رأت منهم حيث كان أبناء وبنات زوجها يغمرونها بحنانهم وبرهم وكأنهم يبرون والدهم كما كانت زوجته نعم الأخت لها وتذكرت دعاءها لربها يا جبار أجبر كسري فجبر الله كسرها وحقق لها مفاجأة أخرى حيث أخبرتها الزوجة أن شقيقها الطبيب يبحث عن زوجة له وأنها رشحتها لتكون هي الزوجة وقد تم الزواج بالفعل وعوضها الله خيرا عن كل ما قاست وذلك بسبب صبرها وتذللها لله في دعائها ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا